منصة نسخة تبقي الأصل من اليوتيوب يعني منصة رفع فيديوهات هتقدر ان انت تعمل قناة وتربح منها بدون أي شروط زي ما انتم شايفين دي القناة اللي انا عملتها ومجرد ان انا عملت القناة نزلت اعلانات على قناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب اكونوا بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة متمية بعلم واسرارة اليوتيوب الرمح من الانترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشيال ميديا في فيديو النهاردة بنشرح مع بعض منصة هي شبيهة بمنصة اليوتيوب هتقدر ان انت تعمل قناة وترفع فيديوهات تنزل اعلانات فورا على قناتك ايه المطلوب منك كبات شاي حلوة وتركز معايا لنهاية الفيديو شاهد الاول الفيديو كاملا وبعد كده قرر هتعمل قناة وتشتغل على المنصة دي ولا لأ في اسئلة وفي مشاكل وفي اشياء هنبدأ ان احنا نتعرف عليها واحنا شغالين في الفيديو وبالتالي شاهد الفيديو كاملا من البداية للنهاية وبعد كده قرر لو انت دخل من الموبايل هتدخل من خلال متصفح جوجل كوروم وتضغط على النقاط اللي فوق وتختار عرض سطح المكتب او اصدار الموقع الالكتروني وبالتالي انت هتكون معايا زي الكمبيوتر بالضبط هبدأ ان انا افتح متصفح جوجل سواء ان انا هفتحه من الموبايل او هفتحه من الليكتوب او الكمبيوتر وهاجئ هنا في البحث واكتب رامبل بيقولك رامبل هو موقع صناعة محتويات فيديو يعني مثل اليوتيوب بتبدأ ان انت تضغط على نتيجة البحث اللي هي رامبل بيجيلك المنصة بهذا الشكل شبيه باليوتيوب هنبدأ ان احنا نعمل حساب وبعد كده نبدأ ان احنا ننشئ خانة زي اليوتيوب تماما كده هنبدأ نضغط هنا على سين أب عشان ننشئ حساب سين أب بنيجي هنا بنكتب بيانتنا بتكتب هنا اسمك هنا الاسم وبتيجي هنا في اليوزر نيم بتبدأ ان انت تكتب يوزر نيم بتيجي هنا اتدخل رقم سري دخل هنا الاسم باللغة الانجليزية ودخل هنا اليوزر نيم باللغة الانجليزية وبعد كده لما نيجي بعد شوية ننشئ قناة عايز تدخل بالانجليزي وكي عايز تدخل الاسم بالعربي وكي ما مش مشكلة هنبدأ ان احنا ندخل هنا الايميل ونعمل تأكيد على الايميل دخلنا الايميل هنا ونعمل هنا تأكيد على الايميل طبعا انت عايز تعمل حساب وقناها على رنبل بايميل قناتك على اليوتيوب اوكي اعايز تعمل بايميل تاني اوكي انا ارجح ان انت تعمل بايميل تاني خالص انشئ ايميل وابدأ ان انت اعمل به هنا شغلك على رنبل ما تستخدمش ايميل اليوتيوب في اي حاجة غير اليوتيوب فقط كل اللي انا بتكلم فيه اي حاجة هتكلم فيها هتلاقي لها شرح في وصف الفيديو اي دولة وهابدأ ان انزل له تحت كده وادخل هنا اللي هو تاريخ ميلادي دخلتي تاريخ الميلاد انزل لتحت بيقولك هنا العنوان دخل عنوانك ممكن دخل ببياناتك بالعاربي عادي مماني مش مشكلة ا cognition مصر مثلا وابدا انه تدخل بقيت ايه المدينة والكلام ده كله اه terrorist دخل ببياناتك يعني طبعا مزبوط هنا مسلا فوق مصر هنا المدينة مثلا كزا وبتدخل هنا اللي هو الرمز البريدي ادخل على جوجل وجيب الرمز البريدي المكان اللي انت ايه مقيم فيه. طبعا انت ادخل بياناتك بشكل صحيح انا بحاول ان انا اعمل شرح فبحاول ان انا يعني ايه اصرع يعني. فانت بتدخل هنا عنوانك مثلا مصر كذا كذا المدينة الشارع. ابدأ ان انت وزع العنوان على المكان ده وده 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 كمان. دخل هنا اللي هو ايه اللي هو الرمز البريدي. اكتب كده في جوجل رمز البريدي لكذا المكان انت قاعد فيه هتلاقي موجود. طبعا كلمة السر. المفترض تكون فيها حروف صغيرة وحروف كبيرة ورموز وارقام. انزل لتحت. واقول له. بيقول لك طبعا انه وصلني ايميل اللي هو تأكيد او تنشيط. بيوصلك على الايميل اللي انت دخلته. ابدأ ادخل على الايميل واضغط عليها علشان ابدأ انشط. وده الرسالة اللي وصلتني على الايميل هي رسالة اكتيفيت او تنشيط او تفعيل اضغط عليها. بيقول لك اضغط على هنا كده علشان تبدأ تفعل. اضغط هنا. بيقول لك ان انت خلاص انشأت الحساب. بمجرد ان انا ضغطت على الرابط وجهني مباشرة لحسابي. وبكده احنا انشأنا حساب على رنبل. هنبدأ ان احنا ندخل على الخطوة اللي بعد كده اللي هي انشاء قناة. وكمان نرفع فيديو ونجرب معكم. هنبدأ ان احنا نضغط على صورتنا ديت. ونضغط على اكاونت اوفر فيو اللي هو اول اختيار. بيجيني الصفحة بالشكل ده كده بنزل لتحت. اهوت. بلاقي عندي هنا شوية حاجات يظهروا كده هنا. طبعا ده اسم الحساب. بنزل لتحت كده. بنزل لتحت. بلاقي مكتوب هنا ايه? يعني انشاء قناة. لو انت عندك قناة هتلاقي ظهر التحت هنا. لكن طبعا انا هضغط على كريتيت شانال. بيقول لك دخل اسم وعنوان وصف القناتك. هبدأ ان اضغط هنا كده ودخل اسم. الاسم برضو دخله بالانجليزي. ممكن دخله نفس الاسم بتاع الحساب. والعنوان اللي هو بقى هيظهر على القناة ده ندخله بالعربي بفيش مشكلة. دخلت هنا الاسم اللي هو النيم بالانجليزي. والعنوان بقى ده دخلته باللغة العربية عادي. يا سلام ان انت تدخل هنا الاسم هنا بنفس اسم من قناتك على اليوتيوب. بحيث ان انت تنتشر على في كل المنصات بنفس الاسم. ولو انت عايز تخلي اسم من قناتك باللغة الانجليزية او كيه ويا سلام ان انت لو ترفع محتوى باللغة الانجليزية كاملا يعني زي الفل دي المنصة دي كمان تكون افضل كمان باللغة الانجليزية ولكن احنا شغالين باللغة العربية سمينا الاسم هنا بنفس اسم الحساب والعنوان هنا اللي هو التايتل حطيت اسم للقناة باللغة العربية نفس اسم قناتي على اليوتيوب ولكن انا ضفت بس حاجة علشان ايه? علشان اعمل قناة بلي كده على رنبل وحطيت هنا وصف حط وصف لي اه قناتك بعد كده بيقول لي هنا هنا ثم نيل هنا ثم نيل ديتل اللي هو صورة اللوجو بتاحتك فتبدأ ان انت تعمل وتضيف صورة اللوجو بتاحتك اخترت هنا صورة بيقولك الصورة تكون مية وخمسين في مية وخمسين وباجي هنا باضغط هنا علشان ابدأ ان انا احط غلاف للقناة بعمل غلاف يعني يكون شبيه بغلاف قناتك على اليوتيوب يبقى كويس وبعد كده بنزل لتحت بتبدأ ان انت تحط هنا روابط السوشيال ميديا بتاحتك وتقدر تحط الى الانستجرام وتحط وسائل التواصل واضغط على انشاء جالي هنا الصفحة بالشكل ده خلاص كده انا انشأت القناة لو ضغطت هنا على بيقولك لو ضغطت هنا كده هيبدأ يوجهني القناتي الغلاف طبعا انت بقى زبطه نعمل لكم مشروحات تاري ان شاء الله زي تنسأ وتعمل الغلاف والحاجات دي كلها ان شاء الله لرمبل ولكن ده البداية بتاعتنا لشرح منصة رمبل واسم القناة زهر بالعربي بفيش اي مشكلة عايز تحطه بالانجليزي براحتك اي حد لو عايز ادخل يعمل لك فولو بيضغط كده بيعمل لك فولو وتفعيل اشعارات وكل شيء زي اليوتيوب زي ما انتم شافين كده ما بيش اي فيديوهات على القناة وعليها على فكرة بث مباشرة وعليه كل شيء لما اضغط هنا على صورتي بلاقي عندي هنا اكاونت اوفر فيو وماي تشانلز اضغط على ماي تشانلز اللي هي قناتي الاقي القناة بتظهر هنا لو انا عايز اعدل القناة باضغط على ايدت وابدأ ان اعدل طيب انا عايز ان انا ابدأ ان ارفع فيديو وخليكم معنا للاخر عشان فيه كلام لسه مهم عشان ارفع فيديو باضغط هنا على الزائد دي كده بقول له ابلوت فيديو بابدأ ان انا اختار الفيديو وحطوله عنوان واصفه وكل شيء انا لما عملت القناة والنازلت عليها اعلانات برفع الصراحة نفس الفيديوهات اللي انا رفحتها على اليوتيوب انا مش اعمل فيديوهات جديدة فأنت براحتك أعايز ترفع فيديوهاتك التي موجودة على اليوتيوب نفس الفيديوهات بس تكون رفعتها الأول على اليوتيوب عشان ما يحصل لكش مشكلة ليوتيوب اليوتيوب هو رقم واحد وببدأ أن أنا أخدها أرفعها هنا بعد بيكون رفعتها على اليوتيوب أو حتى الفيديوهات عندي قديمة أبدا أن أدام أن أنزلها أو لو أنا عندي المصدر بتاعها أبدأ أن أرفعها هنا وحطها على المنصة دي مش أخسر حاجة زي الشرح الذي أحicians عملوها بالنسبة لي منصة الديليموشن هعايز تعمل فيديوهات جديدة خالص مخصصة لها براحتك أنا رفعت نفس الفيديوهات الموجودة على قناتي على يوتيوب والإعلانات شغالة عندي ما حصلش مشكلة بالنسبة للرنبل والأمر راجع لك انت هبدأ ان انا اضغط هنا على السهم ده عشان ابدأ ان انا اختار فيديو وارفعه اخترت فيديو بيبدأ ان هو يرفع الفيديو بهذا الشكل زي ما انتوا شايفين كده بابدأ ان انا حط عنوان للفيديو وحط وصف ممكن تاخد عنوانك نفس العنوان اللي انت حطيته على يوتيوب مع الوصف مع الروابط مع الهاشتاجات خدك اللي وحطها هنا وبعد كده هنا بيقولك الاختيار ده اللي هو يعني ايه الفئة بتاعة الفيديو بتاعك تعليمي ولا جيمينج ولا ايه فانا اختار مثلا كمحتوى تعليمي يعني وانزل تحت هنا واختار لو انت تر فيه لو انت اي حاجة موجودة هنا كل الايه كل انواع المحتوى موجودة هنا اختار وبدبدأ ان انت تضغط هنا طبعا هو هنا جايب لك صور واختارها لقطات من الفيديو انا اضغط هنا كده واختار صورة مصغرة نفس الصورة المصغرة ان انا رفعه على يوتيوب ما فيش هاي مشكلة هبدأ ان انا احط صورة مصغرة انا بعمل لكم بس شرح بدأ ان هو خد الصورة المصغرة انزل لتحت كده بيقولك حط تاجز هاخد نفس التاجز اللي عندي كلمات المفتاحية اللي انا حضرتها على الفيديو بتاع اليوتيوب وحطها هنا تمام مثلا كده وابدا ان انا احط هنا كلمات المفتاحية كتير بيقولك ابلوتو بيقولك اختار قناة هممكن يكون انت عندك اكثر من قناة هنا فاضغط هنا على السهم ده كده واقوله دي القناة اللي انا هرفع عليها وبعدين بيجي لك هنا بيقولك هل هو انت عايزه علني ولا يعني بابليك ولا غير مدرج ولا خاص فانا بخليه علني وممكن كمان تختار وقت معين كمان هو تلنشر الفيديو واضغط على ابلوت بيبدأ ان هو يرفع لي الفيديو خليك على الاختيار ده في عندك هنا واحد اثنين تلاتة اربع اخيارات هبدأ ان انا اخليه هنا على رمب القلي وانزل لتحت ان انت تكون موافق طبعا وهبدأ ان انا اضغط على سبميت بيبدأ ان هو يرفع الفيديو خلاص الفيديو ترفع وجيلك هنا بيقولك رابط وهوت ده رابط اللي هو يوجه للفيديو كده انا رفعت الفيديو لو احنا ضغطنا هنا عليه كده هلاقي الفيديو بتاعي لسه في مرحلة ايه مرحلة البروسيسينج او المعالجة فتنتظر لغات ما يعمل انكودينج يبدأ ان العداد يعدي تحت زي ما انت شايف كده تنتظر لغات ما يخلص لعملية المعالجة بعد ما الفيديو ترفع وتعمل له معالجة لما اضغط عليه كده الاقيه بالشكل ده لما اشغله يبدأ ان هو يشتغل معي لو انا ضغطت على صورتي تاني كده وضغطت هنا على ماي كونتنت اللي هو رقم تلاتة ده اللي اختير رقم تلاتة بيقولك هنا يعني ان هو جاهز ان انا عمله مشاركة اقدر اخد الرابط وابدأ ان انا انشره على السوشيال ميديا احطه على الواتسة احطه في كل مكان وبيقولك هنا الربح اللي هو يظهر اعلانات جاري المعالجة بعد شوية هتلاقي ان هو هنا خلاص تم ويل اعلانات نازلت عليه لو انا عايز اعمل مشاركة للرابط بتاع الفيديو ده بضغط على النقاط دي كده وبقوله اللي هي اللي اختار رقم تلاتة وبيجيه هنا بقى بيقولك ايه الرابط اهوت اللي هو هقدر ان انا اخده واشاركه على المنصات التانية لو انا خدت الرابط ده كده نسخ وحطيته في مكان جديد كده حطه على الواتسة حطه على الفيسة حطه في اي مكان يبدأ انه يوجه مباشرة للفيديو يبقى الفيديو تم معالجة وكل شيء ولكن متبقي انه هو يجي هنا يقولك ايه انه هو نازلت عليه اعلانات لسه بندنج طيب بعد شوية لما تدخل على هنا على صورتك هنا وتضغط هنا على اللي هو رقم ثلاثة ده المفترض هتلاقي ده هنا خلاص تم هيكون بالشكل ده كده دي قناتي هيت يا جماعة ورابط قناتي دي هيت موجود في الوصف واسبه لكم فيه التعليق المثبت تحت الفيديو لما يدخل هنا كده على ألاقي هنا اهوت انه هو خلاص تم تفعيل الربح على الفيديو لو انا اي حد يفتح الفيديو يبدأ انه هو يظهر اعلان على الفيديو بدون اي شروط خالص مش بحتاج شروط زي اليوتيوب او اي منصة تانية ايه اللي تاني مهم لازم نعرفه ركز معي لو انا عايز افتح قناتي بضغط هنا على الصورة بضغط هنا على ويه بضغط هنا على الاسم بتاعي بيجي لي قناتي بالشكل ده وعليها الفيديو زي ما انتم شايفين كده تمام ابدأ ان انا اخد رابط قناتي ده اصلا كمان اخده نسخ وابدأ ان انا انشره في وسائل التواصل التانية وحطه على المنتدى عندي على قناتي لو عندي قناة على الواتساب اخلي الناس يدخل هنا المنصات دي يا جماعة اللي هي زي رامبل زي ديلي موشن فيه شرحة عندنا عملناها لربح من ديلي موشن كل الشرحات موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت اللي هو المنافسين بتوع اليوتيوب فالمنصات دي بتعتبت بشكل كبير على ان انت تاخد روابط الفيديوهات وتبدأ ان انت تنشرها على المنصات التانية بعد ما اننا يجي لي مشاهدات على رامبل على قناتي بتنزل او بتظهر اعلانات بيبدأ ان انت يزال لك ارباح طيب ازاي ان انا هسحب ارباحي من منصة رامبل بتيجي كده بتضغط على صورتك وبتبدأ ان انت بتضغط على اكاونت اوفر فيو اول اختيار بيظهر لك القائمة اللي في الجنب دي كده بتلاقي عندي حاجة هنا اسمها اكاونت اوبشنز اللي هو رقم تلاتة ده وبيظهر لك بعد كده بقى البيانات اللي كنا مدخلينها وهنا بيقول لك اللي هي تفاصيل الدفع بتاعتك ظهر عندي هنا بيبال وي بس فقط هنا في بيبال اهوات هبدأ ان انا دخل هنا البيبال بتاعي عندنا شرح على القناة ازاي ان انت تعمل حساب بيبال وربطه بحسابك البنكي وكل التفاصيل كل شرحات موجودة على القناة بابدأ ان انا دخل هنا واعمل ربط مع بيبال مفيش ربط هنا حاليا الى وقت تسجيل هذا الفيديو مفيش ربط مع حساب بنكي ووشارة لازم بيبال ربطنا مع بيبال عايز ان انا اسحب الارباح ما هو الحد الادنى لسحب الارباح من رمبل في اليوتيوب اقل حاجة 100 دولار عشان ابدأ ان انا اسحبها طب هنا كام اضغط تاني كده على account overview اللي هو اول اختيار ده الاقي عندي حاجة هنا اسمها cash out cash out ده ان انا ابدأ ان انا اخد الارباح اسحب الارباح بتحتي خلي بالكم كده معي لو انا ضغطت عليها بيقول لك ايه يعني لازم ان انا اعمل توثيق او التحقق من حسابي هعملوا ازاي يركزوا معنا هبدأ ان اضغط هنا على verify account من هنا او حتى كمال من القيمة لو عملت ده كده غلقي كده الاقي هنا عندي حاجة اسمها account verification اضغط عليها اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة بتكلم بالعربي هو account verification بيقول لك هنا بقى لما ان انت تعمل verify او verification للحساب هيبدأ ان المزايا دي كلها كل موجودة عندك فانا هبدأ ان انا ادخل هنا رقم موبايل علشان يجيل عليه كود ادخل رقم موبايل واضغط هنا على mobile phone ويبدأ ان هو يجيل كود هبدأ ان انا ادخله هنا يبدأ ان هو يتم توثيق حسابي ولك تركز معي في خطوة مهمة جدا جدا الى وقت تسجيل هذا الفيديو الله اعلم قدام الامور هتكون شكلها ازاي الحساب بتاع رنبل ده ما بيقبلش غير ارقام تليفون كندية او امريكية وانا توصلت مع منصة رنبل مع فريق الدعم ومنتظر لسه ردهم ان احنا يكون في سهولة ان الناس في الدولة العربية تدخل رقم هنا تختار الدولة من هنا مثلا سعودية وتبدأ انها تدخل رقم سعودي رقم مصري رقم مغريبي رقم كذا وتبدأ انها يجيل الكود ويبدأ ان ده كل يكون verified انا وثقت حسابي وقالك انا وثقت ازاي لما ادخل كده على قناتي واضغط هنا على account verification تلاقي ان عندي account status verified اهوت تمام بس انا وثقته وثقته برقم امريكي الصراحة اللي هي صديق في امريكا فاخدت رقمه وثقت به طيب في ناس كتيرة بتعمل اي بقى اللي ما قالوش حد في امريكا لو انت معك رقم امريكا او رقم كندي هتدخله هنا هيقبل معك على طول بتختار الدولة من هنا امريكا او كندا وتدخل الرقم مفيش اي مشكلة خالص بتبدأ كل حاجة يجي عليها صحي كده بالشكل ده طيب انت يعني ما عندكش حد صديق في امريكا ولا انت عايش برا ولا اي شي في برامج موجودة على المتجر وبرضو موجودة على جوجل اكتب كده وشروحات على اليوتيوب كتيرة يقول لك الحصول على رقم امريكي بتبدأ ان انت يدخل على تطبيق يجيب لك ارقام فحاول ان انت باقي اما لك حد برا تمام او ان انت تبدأ ان انت ايه تشوف التطبيقات والمواقع اللي هي بتطلع لك ارقام امريكية او كندية ولكن انت في البداية كده منتش محتاج اصلا الكلام ده اشتغل دلوقتي يرفع فيديوهات ولما تيجي يعني موضوع الارباح يبقى لها حل يعني علشان تعمل بث مباشر على رنبل فقط يكون عندك خمسة فولور انا قدر اعمل بث مباشر دلوقتي وجربته تمام كده تضغط كده على علامة الزي تلاقي عندك هنا جو لايف هتقدر تعمل بث مباشر بخمسة فولور فقط طيب ما هو الحد الادنى لسحب الارباح لو انا ضغطت هنا كده على account overview اللي هو اول خيار ده وضغطت هنا على cash out يقول لك زمينة amount to cash out is خمسين دولار يعني فقط لو انت جالك خمسين دولار هتقدر ان انت تسحبها لو انت مدخل وسيلة الدفع اللي هي بيبال عملنا الحساب وعملنا القناة وضحنا التفاصيل بقدر المستطاع هل احنا قسرنا حاجة عملنا القناة عادي خالص وكل حاجة مجانية اشتغل عليها ارفع عليها لو قناة اجنبية بمحتوى اجنبي هنا هتبقى زي الفل هتبقى افضل بكتير من المحتوى العربي كمان ولو انت اشتغلت في المحتوى العربي اوكي زي ما احنا عملنا كده انا عملت قراءة قدامك لنفسي بتبدأ ان انت تنشر عليها انا بنشر عليها نفس الفيديوهات اللي نشرتها على اليوتيوب ما خسرتش انا حاجة انا لازم اصلا ان انا اكون متواجد في كل المنصات حد بحث عنك حتى على محرك البحث جوجل يظهر له دي ليموشا ليك يظهر له رامبل يظهر له يوتيوب يظهر له تيك توك يظهر اي حاجة ليك فده فايدة ليك الشهرة حاليا هي بمثابة بيزينس وفيه ناس كتير على فكرة في الدول العربية موجودة على منصة رامبل اهم الفيديوهات اللي تخدم عليك كمنشئ محتوى هتكون موجودة في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت وما تنسوش ان انتو تعملوا متابعة لقناتنا على رامبل ولو انت جديد معنا لسه وبتشاهد الفيديو الاول مرة اعمل اشتراك في القناة وتفعيل الاشعارات على الكل علشان احنا بنلاقي اي منصة يمكن الربح منها بنبدأ ان احنا ننشرها ونشرحها على قناتنا وانتظروا مننا شروحات تانية تخص رامبل ده كانت البداية هرد على سؤالك اللي هو يعني انت بتدعونا لترك منصة اليوتيوب اليوتيوب هو الاساس احنا بنعمل ترويج للمنصات التانية على اليوتيوب الفيسبوك بيعمل ترويج على اليوتيوب التيك توك كل المنصات بنعمل لها ترويج داخل اليوتيوب وبالتالي اليوتيوب هو منصة المحتوى رقم واحد على سوشال ميديا فيه صعوبات موجودة لكن هي المنصة رقم واحد فقوعك تترك قناتك على اليوتيوب دي الاساس والاشياء التانية كلها هي اشياء تكملية انتظر تعليقاتكم تحت هذا الفيديو قول لي انت تعرف منصة رامبل قبل كده ولا لأ وايه رأيك في المنصة ده هي في امان الله مع السلام